منتصف الليل تسمع أصوات انفجارات ضخمة في دمشق ومحيطها شبكات إخبارية محلية قالت أن الصوت ناجم عن عمليات قصف صاروخي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على عدة مواقع تابعة لميليشيات أسد وإيران الطائفية قصف اعترفت به وكالة أنباء النظام سانة إلا أنها أفردت المساحة الأكبر لما زعمت أنه تصدي الدفاعات الجوية نشطون أفادوا أن القصف الإسرائيلي استهدف قواعد عسكرية للميليشيات الإيرانية في الكسوة طالت اللوائين 121 و72 الغارات امتدت لتشمل أهدافا إيرانية أخرى في الزبدان والديماس ومواقع في درعا ودخل اللواء التسعين بمحافظة القنيطرة الجيش الإسرائيلي وكما جرت العادة لم يعلق على العملية إلا أن دعاءات نظام الأسد بإسقاط إحدى مقاتلاته الجوية استدعت منه ردا مختصرا جاء على لسان الناطق باسمه أفخاي أدرعي قال فيه أن التقارير عن إصابة طائرة إسرائيلية أو هدف جوي إسرائيلي هي تقارير كاذبة ضمن سجل استهدافات إسرائيل لميليشيات أسد وإيران في سوريا فإن هذا القصف لا يعتبر الأول من نوعه أو حيثياته وحتى أهدافه إلا أن اللافت فيه أنه الأول منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية اليوشين عشرون في التاسع عشر من أيلول الفائد فوق اللاذقية كما أنه الأول أيضا عقضى تسليم موسكو نظام الأسد منظومة الصواريخ S-300 ترجمة نانسي قنقر